كل أغلب التعينات اللي صارت هي بها الجنبات السياسية يأما انتصاص لنقمة تظاهرات أو مكافأة جمهور السياسي لطبقة معينة أو غيرها كل هذه الأمور لكن اليوم نتحدث عن الحاجة الفعلية اليوم في الدوائر نتحدث الكثير يتحدث عن مزدوجي الرواتب يتحدث عن موظفين فضائين كل هذا يحتاج هذا الملف إلى إصلاح جذري إصلاح كامل بس باقي الموظفين شو هو ذلك؟ نعم ومن أجل أن يكون هناك عدالة يجب أن يتم هذا الملف تصفيته بشكل صحيح زينهز هذه الدراسة التي ذكرتها حسب الإنتاجية هذه تنطبق بس على صغار الموظفين حتى شوي أجاوز هذا الموضوع صغار الموظفين شو وضعهم؟ هذا ما إلى علاقة هذا يتم احتساب عدد الموظفين بعدد ساعات العمل وكمية الإنتاج اليوم ما ينتج في الوزارات من خدمات لا يوازي حجم المبالغ التي تصرفها الدولة على الرواتب ولا يوازي أعداد الموظفين هذه الأعداد الهائلة